أبنائي طلبة وطلبات التعليم الصناعي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مادة الاتصالات الالكترونية للصف الثالث الصناعي قسم الالكترونيات وكمبيوتر واتكلمنا في الحلقة دي عن موجات المايكرويف ان شاء الله الحلقة الحالية هنكمل موجات المايكرويف بس نحب ان احنا الاول ان انا اعمل مراجعة بسيطة عن موجات المايكرويف اللي احنا تكلمنا فيها في الحلقة السابقة عشان ننشط كده ذهننا ونفتكر اللي احنا قلناها ونربط اللي قلناها المرة اللي فاتت باللي هنقوله النهاردة ان شاء الله فاحنا كنا اتكلمنا عن موجات المايكرويف وقلنا ان هي من الموجات اللي بتغطيلي مساحات كبيرة جدا او مساحات شاسعة غير التعديل الاتساعي والتعديل الترددي اللي كنا احنا درسناهم في الباب الاول وتكلمنا عن موجات المايكرويف وقلنا استخدامات المايكرويف في الصناعة وقلنا استخدامات المايكرويف في الطب وطبعا ادينا امثلة كتير ومن اهم الامثلة اللي اديناها اللي احنا بنشوفه في البيوت كلها اجهاز المايكرويف المستخدم في المنازل وبعد كده اتكلمنا عن اهم مميزات المايكرويف وتكلمنا عن طريقة استقبال المايكرويف وقلنا ان من اهم الاسيات للمايكرويف او الموجات المايكرويف في الاستقبال هو وجود خط رؤية ما بين المرسل وما بين المستقبل واتكلمنا عن مميزات المايكرويف وقلنا ان هي بتغطلنا مساحات شاسعة ابتدى ما يبقاش فيه بنية تحتية اسلاك ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال وده وتوفر تكلفة كبيرة جدا 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 اتكلمنا ان هي بتقدر ان احنا نحط اي محطة بدائل للمحطة في حالة ان حصل اي مشكلة في الجزء المرسل اقدر ان انا ادخل جزء اخر في نفس التوقيت وما يشعرش به المشاهد على المشاهد اثناء عملية البس وده كانت من المميزات الموجودة فيها ولكن طبعا ابتدينا ان احنا نتعرض برضو للعيوب الخاصة بموجات المايكرويف لو تفتكروا وقلنا ان من شروط موجات المايكرويف ان لازم يكون فيه خط رؤية ما بين المرسل والمستقبل وده من احدى المشاكل الكبيرة جدا لان قلنا لو كان فيه جبال او فيه ابراج عالية للأسف شده هنتطر ان احنا مش هيبقى فيه خط الرؤية دوت وهنتطر نحط محطة ايه؟ محطة تقوية وده بتعلي التكلفة بتاعتنا بتتأثر بالاحوال الجوية زي ما احنا تكلمنا المرة اللي فاتت وبتدينا نقول العيوب ديت وقلنا ان شاء الله ان احنا هنكمل الموجات المايكرويف في الحلقة النهاردة والحلقة النهاردة هنتكلم عن انواع موجات المايكرويف ده اول جزء وتاني جزء هنتكلم عن هوائيات المايكرويف وانواع هوائيات المايكرويف هنتكلم عن المميزات وعن العيوب ولكن هنتكلم الاول عن انواع موجات المايكرويف ونتكلم عنه بالتفصيل وبعد كده نخش على انواع هوائيات المايكرويف يلا بنا نبدأ كده نعرض اول حاجة عندنا في انواع في هوائيات المايكرويف طبعا بتستخدم هوايات المايكروويف في التقاط وبس الموجات الكهرومغناطسية التي تمثل إشارة المعلومات المرسلة من المصدر زي ما احنا تكلمنا المرة اللي فاتت طبعا قولنا إن الهوائيات بتاعتنا بتبس إشارة كهرومغناطسية بتبس إشارة كهرومغناطسية الإشارة الكهرومغناطسيةulания بتبس من جهاز الارسال الى جهاز الاستقبال وكنا عرضنا المرة اللي فاتت طبعا الرسم التخطيطي للجهاز الارسال والرسم التخطيطي لجهاز الاستقبال فكرة عمل الموجة الكهرومغناطسية زي ما انتوا شايفين كده هتلاقي اني ادي وحدة البس بتاعتي او بورج البس بتاعي هنلاقي اني الاشارة بتاعتي بتمشي في اتجاهين مجال مغناطسي ومجال مغناطسي وبنمشي في الاتجاهين دول بنقدر ان احنا من خلالهم نبس الاشارة بتاعتني وطبعا الاشارة بتاعتنا لما بتعمل المجال المغناطيسي بتاعة الموجة بتاعت كهر مغناطيسية من مجال كهرابي اي ومجال مغناطيسي اتش متعمدين مع بعضهما البعض زي ما احنا شفنا في الرسمة بالزبط ادي المجال ادي اهو وادي المجال المغناطيسي اتش مجال الكهرابي اي فوق اهو ومجال المغناطيسي تحت ويبتدوا يتعامدوا مع بعضهما في اتجاه انتشارهما يعني في انتجاه البس اللي انا هقدر اشتغل عليه طيب الخصائص الموجة الكهرومغناطسية تنتشر الموجة الكهرومغناطسية في الفضاء بالسرعة تعادل سرعة الدوء ودي اهم نقطة لازم تحفظها وتسجلها معايا دلوقتي لاني هتفيدنا بعد كده لما هنيجي ندي امثلة عن سرعة الموجة الكهرومغناطسية او سرعة الموجة المايكرويف وتسوي 3 في 10 قص 8 متر في الثانية يبقى 3 في 10 قص 8 متر في الثانية نحفظ الحتة دي اللي هي 10 قص 3 اللي هي سرعة الدوء وتقل سرعتها عند انتقالها في الاوسط الاخرى زي ما اتكلمنا ان لو الوسط بتاعي في جبال في عوامل طبيعية زي الامطار الكلام ده كله طبعا سرعة الاشارة بتاعتي بتبتدي تقل النقل بتاعها طيب تعالوا نشوف بقى يعني ايه الكلام دوت هندي مثال ان احنا نشوف الطول الموجة بتاعنا دوت اللي هو اللامضة ده يرتبط مباشا متردد الموجة حيثه اللامضة بتساوي ايه سي على اف السي على اف السي اللي هو الموجة الحاملة والاف التردد ترددات الموجات الكهر مغناطيسية على نتاك واسي يا رب اتفك كهر مغناطيسي اتفك كهر مغناطيسي دوت عند انتقال الموجات الكهر مغناطيسية وانتشارها عبر عدد من الاوسطات المختلفة فانها قد تتعرض الى الانكسار او الانعكاس او الحيود الحاجات دي كلها حاجات بتتعرض لها الموجة ولازم ان احنا تبقى لها تعريفات برضو خلي بالك لما هنيجي نعرضها دلوقتي لازم تبقى انت بتسجل معايا التعريف وتفهم التعريف دوت ايه اللي بيحصل فيه فلو احنا اتكلمنا الاول عن الانكسار الانكسار اللي هو الرفريكشن الرفريكشن دوتو يقصد بتغير اتجاه شعاع الموجة يعني الموجة دلوقتي احنا قلنا ان فيه خط رؤية ما بين المرسل والمستقبل طب انا دلوقتي حصل ان حصل عوامل جوية حصل ان فيه جبال ما بين الاشارة وما بين المرسل والمستقبل هيعمل لي عملية تغير لاتجاه شكل الموجة الكارمغناطسية ودوت بيأثر في الخصائص بتاعتها بحيث انتقل بين الوسطين مائلا او منحرفا يعني برضو ممكن ما تكونش مباشر لا ممكن نخليها مائلة بنسبة معينة مائلة او منحرفة بحيث ان انا اقدر اتفادى الجزء اللي ممكن يعمل لي الرفريكشن او يعمل لي الانكسار الموجود في الموجة يبقى الانكسار نقوله ازا نقوله تاني يقصد به تغير اتجاه شعاع الموجة الكارمغناطسية عند انتقاله من وسط الى وسط اخر يقصد به تغير اتجاه شعاع الموجة الكارمغناطسية عند انتقاله من وسط الى وسط اخر له خصائص كهربائية مختلفة له خصائص ايه كهربائية مختلفة بحيث انتقل بين الوسطين مائلا او منحرفا ودوت عشان نقدر نتفادى ايه الجزء الخاص بالانكسار او الرفريكشن يبقى الانكسار يقصد به تغير اتجاه شعر الموجة القهرومغناطسية عند انتقالها من وسط لوسط اخر يعني ان دلوقتي هبس ما بين المحطة الارسال بتاعت المحطة الاستقبال فطبعا ممكن تتأثر بان الوسط اختلف ما بين المكان اللي موجود فيه محطة الاستقبال والمكان اللي موجود فيه محطة الارسال طيب نيجي للانعكاس الانعكاس وهو اسمه الرفليكشن وطبعا من اسمه كده اكيد احنا عارفين ان هو الموجة يحصل له عملية انعكاس وعملية انعكاس ان هي ممكن ما تكملش في اتجاهها طيب الانعكاس دوت هو عبارة عن ايه هو تغير الموجات القهرومغناطسية لاتجاهها في نفس الوسط يبقى خلوا بالكم من دي التاني كان في ايه وسطين مختلفين خلينا كده انه نرجع تاني يبقى ايه اتجاه شعر الموجة ايه في وسط الى وسط اخر يبقى مش في نفس الايه الوسط خلينا كده حط الملحوظات دي عشان نبقى عارفين كل تعريف بيقصد بي ايه وكل تعريف ليه معنا عشان التعريفات ما تتدخلش مع بعضها نوصل للانعكاس تاني اهو قال لك ايه هو تغير الموجات القهرومغناطسية لاتجاهها في نفس الوسط يبقى في نفس الوسط اللي موجودة فيه نتيجة للسكوتة على ايه حاجز يفصل هذا الوسط عن وسط اخر يبقى حاجز وسط فصل الموجة دي او سكت عليها يختلف معاه الخصائص الكهربائية واختلاف الخصائص الكهربائية طبعا هيأثر لي على الموجة بتاعتي من حيث قوة اشارتها ومن حيث مدى وصولها ومن حيث درجة النقاء بتاعها زي ما هنتكلم بعد كده يبقى نعرف الانعكاس لو حد بيكتب معنا هو تغير الموجات القهرومغناطسية لاتجاهها في وسط اخر لا في نفس الوسط لازم دايما نفسر ما بين التعريفات يبقى تغير الموجات الكهرومغناطسية لاتجاهها في نفس الوسط نتيجة السكوتة على حاجز ايه يفصل هذا الوسط عن وسط اخر يبقى هزا تعرضت للموضوع دوت داخل الوسط اللي هي لسه بتبس منه وده بيأثر على ايه يختلف معه الخصائص الكهربائية للموجة الكهرومغناطسية دوت الانعكاس طيب الحيود 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 دوت ان انت يعني من معناه كده ان احنا بنحيد الموجة او الموجة بحصلها عاملة حيود ان هي ما توصلش لهدف بتاعها يبقى هو قدرة الموجات الكهرومغناطسية على الانحراف والانحناق عن العواقق التي تواجهها يبقى الحيود دوت بقدر ان انا اخلي الموجة بكان ما هي بتمشي في خط مستقيم ان هي تقدر تنحارب بزوايا تعمل ايه تتخطى العواقق اللي احنا بنقدر نقابلها داخل الوسط بتاعنا اللي احنا قلنا زي الجبال زي الابراج الشهيقة الحاجات دي كلها يبقى الحيود وقدرة الموجات الكهرومغناطسية على الانحراف عن الزوايا الحد والانحناق عن ايه العواقق التي تواجهها لان احنا قلنا ان هو لو مقدرش يعمل الجزئية دي اذا يبقى خط الرؤية اللي ما بين محطة الارسال ومحطة الاستبال مش موجود يبقى اذا كده عندنا ازمة كبيرة جدا في عملية بس الاشارة من محطة الارسال لمحطة الاستبال هنعيد تاني الحيود تاني هو قدرة الموجات الكهرومغناطسية على الانحراف ان هي هتبتدى تنحارف وهنوركوا رسمة دلوقتي لها عن الزوايا الحد والانحناق عن العواقق التي تواجهها تمام كده كله بيقولها معايا طيب تعالوا بقى نشوف كده التداخل الانترفيرنس ومن كلمة التداخل كلنا نقدر نقول اه نقربها شوية لمفهومنا او لدماغنا في المحطات احيانا لو انت بتعمل في المحطات بتاعت الراديو تلاقي في محطتين متدخلين في بعض صح كده مش جاعة احنا بيحصل لنا طب ده بيقدر ده سبب ايه هو اختلاط مكتين او اكثر عند توجدها في نفس المكان والزمان يعني المكتين دول وهم ماشيين في نفس الوقت وفي نفس المكان تداخلوا مع بعض متقربة يعني دي مسلا ستة وسبعين والتانية مسلا تمانية وسبعين او سبعة وسبعين او ستة وسبعين ونص في الحالة دي بتلاقي ان انت الترددات الترددات بتدخل في بعضها وده احنا بنسميه التداخل يبقى التداخل ايه نقوله نعرف التداخل تاني هو ايه اختلاط مكتين او اكثر عند تواجدها في نفس المكان والزمان وعندما تكون ترددات الموجات ايه متقربة يبقى أنا عندي حاجتين بيعملولي التداخل أول حاجة قلنا عليها اللي هي إيه إن المكتين يوصلوا في مكان معين في نفس الزمان ده بيؤدي إلى الإيه التداخل طب إيه تاني عندما تكون ترددات هذه الموجات متقربة يعني التردد بتاحها واحدة مثلا سبعين ميجا هيرتريز والتانية مثلا سبعة وسبعين ميجا هيرتريز تلاقي إن فيه تداخل حاصل ما بين المكتين يبقى أنا عندي كده في التداخل عندي حاجتين يا إما إن المكتين يصلوا في نفس الوقت إلى نفس المكان والزمان مع بعض فإذا يحصل عملية إيه التداخل أو إن يحصل إن الترددات بتاعتهم تكون قريبة جدا من بعض فبرضو يحصل عملية التداخل واللي إحنا دي بنشوفها مهمة جدا عندنا طيب في حاجة تاني آه الخفوت فيدينج والخفوت اللي هو كده الإشارة بتقل إنت ما تقول إيه حاجة حصل لها خفوت يعني كانت متوهجة أو كانت قوية وابتدت تقل معايا طيب ده أتنعرفه إزاي قال لك هو التغير في شدة الموجات الكهرومغناطسية بحيث تضعف عند انتقالها في الفضاء المرسل وإنت فاكرين من الحرق اللي فاتح نتكلمنا قلنا إن الموجات المايكرويب بتتأثر بإيه بالعوامل الجوية لإن هي بتنتشر عبر الفضاء وليس عبر الأسلاك ويحدث ذلك نتيجة إيه عوامل المتعددة كان لإنعكاس على سطح الأرض أو الإنكسار في طبقات الجو لإن الموجة وهي طالعة لو هي ما قدرتش إن هي ترجع تاني لسطح الأرض هتطلع للطبقة اليونسفير وما ترجعش تاني دوت إحنا بنسميه خفوت الموجة وإن كده الموجة ممكن يحصلها عملية لص عملية فقد طيب بنقول الخفوت مرة تانية هو التغير في شدة الموجات الكهرومغناطسية بحيث تضعف عند انتقالها في الفضاء من المرسل إلى المستقبل يعني قبل ما توصل للمستقبل بتاعنا بتكون الإشارة حصل لها عملية ضعف جامد جدا 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 ودوت طبعا بيحنا طبعا بيبقى ليه حلول زي ما احنا قلناها اللي هو مقول إشارة ويحدث ذلك نتيجة عوامل متعددة كان لإنعكاس على سطح الأرض أو الإنكسار في طبقات الجو العليا وبفعل تأثير العوامل الجوية زي ما احنا اتكلمنا ولذلك لما يبقى في عوامل جوية سيئة بتلاقي إن جودة الإشارة مش نفس الجودة بتاعتها لما تكون العوامل الجوية الجو صافي تعالوا بقى نعمل مثال على الكلام اللي احنا قلناها دوت هنقول الموجة كهر ومغناطسية اكتبوا بقى معايا المثال دوت عشان نبدأ نعرف إزاي إن احنا بنجيب الطول الموجي دوت ونعرفه إزاي قال لك الموجة كهر ومغناطسية زي طول موجي 200 ملي متر زي طول موجي اكتب معايا بقى كده يبقى الطول الموجي بتاعي كام 200 ملي متر احسب ترددها طيب ده كده المثال عايز كده كلكم تفكروا فيه كده ونشوف كده فاكرين القانون اللي احنا لسه قلناه ولا نسيناه القانون اللي احنا لسه قلينه كنا بنقول إن لمضة اللي هو الطول الموجي دوت بيسوي إيه اه فكروا معايا كده أيوة بيسوي إيه عبل ما طلع سي على اف سي على اف طب أنا اللي مطلوب مني ايه الطول الموجي لا الطول الموجي أنا هو مدهوني في المسألة يبقى أنا اللي مطلوب مني الاف يبقى إذن أنا هقول إن الاف بتساوي اللمضة على السرعة السرعة بتاعتي طيب تعالوا نشوف كده هتساوي إيه هتساوي تلاتة في عشرة قصة تبانية على متين فعشرة قصة تلاتة ليه عشرة قصة تلاتة لإن إحنا انتوا فاكرين الرقم ده اللي إحنا قلنا سرعة الدول قلنا لازم نحفظه لإن المعامل ده نشتغل عليه بعد كده بما نجيب الطول الموجي أو التردد عشان كده قلنا في الأول لازم نحفظه اللي هو تلاتة في عشرة قصة تمانية هو ما كانش مدهوني في معطيات المسألة ولكن انت خلاص عارفه فأنت قلدي بتحط السي أوتوماتيك تلاتة في عشرة قصة ايه ثمانية طيب تحت قلنا متين في عشرة قصة ما ينس ثلاتة ليه لإن إحنا قلنا أن fuck و päكات الموجي كام 200 ملي متر 200 ملي متر يبقى في عشرة قصة ثلاتة طيب تقدروا تحسبوا لي دي كده فكروا كده فيها ويالله احسب لي شيه العشرة قصة ثلاتة مع العشرة قصة تمانية شوها يتبقى كام واضربوا في الثلاتة هيديك رقم نقسمه على المتين هيددينا كم هيددينا واحد ونص جيجاهرتز واحد ونص جيجاهرتز واحد ونص جيجاهرتز دوت الطول الموجي ها لا ايوة سامع واحد برافو بيقول لا ده الفريكوانسي الفريكوانسي اللي هو التردد يبقى اذا انا عن طريق القانون بتاعي دوت قدرت اجيب التردد بتاعي عن طريق ان هو ادني ايه حاجة واحدة قال لي ان الطول الموجة عبارة عن 200 ملي متر عبارة عن 200 ملي متر يبقى اذا انا من خلال القانون دوت او لما يجيب لي مثال زي دوت في الامتحان اول حاجة اكتبها القانون لازم اكتب القانون بتاعي ولازم ابعرف ان السرعة بتاع سرعة الدوب بتاعتي كام 3 في 10 قص 8 واللمضة بتاعتي هو بيدهني في المسألة والفريكونسي هجيبه طب افرد عكس قال لي بقى اني ان انا عايز طول الموجة ودك ان التردد 3 جيجا هيرتز خلي دي مثال وتحطوه كده تحلوهولي وتحطوهولي ان شاء الله في الكومنتات على الحلقة في قناة التعليم الفني على اليوتيوب بحيث ان احنا نشوف اجاباتكم ولو حد عنده اسئلة يحطها لنا برضو يبقى اذا احنا هنقول مثال تاني لو ان احنا عندنا التردد بتاعنا 3 جيجا هيرتز هتلي طول الموجة 3 جيجا هيرتز هتلي طول الموجة ديت ان شاء الله نشوفها في الكومنتات بتاعتكم على الصفحة على صفحة التعليم الفني في تحت الدرس طيب كده يبقى احنا عرفنا الجزء دوت والمثال دوت طيب تعالوا بقى نشوف طرق انتشار الموجات الكهرومغناطسية في كذا طريقة لانتشار الموجات الكهرومغناطسية انتشار الكهرومغناطسية كذا حاجة هنمسككم واحدة واحدة ونشوف عليهم اول حاجة هنلاقي الموجات السطحية الارضية جراوند سيرفيس ويف جراوند سيرفيس ويف الموجات السطحية الارضية ودي من مسمها كده ان دي بتتعامل عن ايه عن طريق ايه محطات ارضية تتعامل عن طريق محطات ارضية طيب المحطات الارضية دي تعالوا كده نشوف التعريف وقد سميت بهذه الاسم لانها تنحني وتتبح سطح الارض شوفتوا بقى الفكرة ان هي ايه ما بتطلعش من طبعة الاوتوميسفير زي ما هنشوف في الاشارات التانية ولكن هي بتنحني وتتجي ايه لسطح الارض عند انتشارة ويتراوح مجال التراضيات المستخدمة عند الاتصال بين نقطتين ما بين مية وخمسين كيلو هيرترز الى خمسمائة كيلو هيرترز يبقى انا كده اقدر اقول ان الموجات السطحية الارضية دي تعرفها عبارة عن ايه سميت بهذا الاسم لانها تنحني وتتبع سطح الارض يعني دايما هي ماشية بتدور على سطح الارض نفسه عند انتشارها والمجال التراضي بتاعها بين نقطتين ايه هما ده بقى مهم جدا ان انت تبقى مذكره وحافظه مية وخمسين كيلو هيرترز لخمسمائة كيلو هيرترز يبقى لو انا جيت قلتلك ان في التراضيات الارضية مجال التراضيات المستخدم واحد جيجا هيرترز ده صحيح ولا غلط لازم الاجابة بتاعتك على طول بدون منقشة تكون الاجابة خاطئة لان احنا هتعلمنا ان التراضيات الاتصال بين نقطتين من مية وخمسين كيلو هيرترز لخمسمائة كيلو هيرترز يبقى اهم حاجة عندي في التعريف دوت او في المعنى بتاع التراضيات الارضية ان هي تنحني وتتبع وتتتبع سطح الارض يبقى تنحني وتتتبع سطح الارض عند انتشارها دي اول نقطة تاني حاجة يتروح مجال التراضيات المستخدمة عند الاتصال من مية وخمسين من مية وخمسين كيلو هيرترز لخمسمائة كيلو هيرترز يبقى دوت اول نوع خلوا بالكم حطوا العنوين بتاعت الانواع وبعد كده تحطوا كل واحدة طيب النوع التاني بقى الموجات السماوية الموجات السماوية ومن اسم الموجات السماوية دوت نقدر نقول ان هي موجات بتطلع لطبعة الاوتومسفير او بتخرج من المجال الجوي طب تعالوا نشوف كده وهي التي يتم بسها نحو السماء لتعود ثانيا الى الارض بفعل الانعكاس يعني هي بتطلع فوق تخرج من الغلاف او المجال الجوي وبعد كده ترجع مرة تانية تنعكس ايه الى الارض وتعتمد المسافة التي تقطعها هذه الموجات على ترددها حيث تزداد المسافة بازدياد التردد يبقى كل ما التردد بتاع الموجة بتاعت السماوية دي زاد كل ما المسافة اللي انا هبسها هتكون ايه اقل ولا ازيد هتكون ازيد هتكون ازيد طب ده تناسب تاردي ولا تناسب عكسي ده تناسب تاردي يبقى نيجي كده نقول بقى الموجات السماوية تعريفة وهي ايه التي يتم بسها نحو السماء لتعود ثانيا الى الارض بفعل الانعكاس وتعتمد المسافة التي تقطعها هذه الموجات على ترددها حيث تزداد المسافة بازدياد الايه التردد يبقى كده احنا قلنا الموجات الارضية وقلنا الموجات الايه السماوية طيب بص بقى هنا اما ازادات ترددها عن قيمة معينة حوالي كام 30 ميجا هيرترز يعني لو التردد بتاع الموجة بتاعتي السماوية دي زاد عن 30 ميجا هيرترز قالك مش هترجع تاني يبقى ازا دي الموجة دي هتحصل لها عملية ايه عملية فقد يبقى احنا كان الرنج في الموجة الارضية من 150 ميجا هيرترز لتايه ل500 ميجا هيرترز وهنا من شرط من شروط الموجات السماوية عشان ترتد لنا للارض تاني ان هي ايه تبقى في حدود الكام 30 ميجا هيرترز لان لو زادت عن كده هتطلع للفضاء الخارجي ولا تنعكس الى الارض وده معناه ولا تنعكس الارض معناه ايه معناه ان انا فقدت الاشارة بتاعتي دي اهو بصوا يا جماعة بصوا ادي كده اهو كل الترددات اللي بتقدر تيجيلي وما تتخطيش 30 ميجا هيرترز بتعمل ايه توصل للطابة الاوتومورسفيرة اهيه وتبتدت ايه ترتد تاني للارض عشان تبتدت توصل للايه للمستقبل بتاعي يعني ادي الانتنة ايه بتاعت المرسل اهو ابتدى يطلع لي الموجات الموجات بتتحطي اهو في طابة الاوتومورسفير زي ما احنا شايفين وترجع تاني تعمل لها عملية ايه انعكاس خلوا بالكم لازم نبقى حافظيني الكلام ده ان الموجات بتطلع للسماء او بتطلع للفضاء وتنعاكس مرة اخرى على فين على سطح الارض لان المحطات الاستقبل بتاعتها هل هي في الفضاء لا في سطح الارض يبقى لازم يتعمل لها عملية انعكاس مرة اخرى على سطح الارض يبقى دي اسمها الموجات السماوية طب يا استاذ لو الموجات السماوية دي تردد هزاد عن 30 ميجا هيرتز الا يحصلها لان تنعكس ولان تعود الى ايه الى سطح الارض يبقى ده معناها انه انا هصل ل ايه هصل لفقد في الاشارة بتاعت يبقى اذا المستقبل مش هيوصل له حاجة يبقى الموجات السماوية لازم ان لا يزيد التردد بتاعها عن 30 ميجا هيرتز بصوا على الشكل واللي عايز يرسموا كده يرسموا مهم جدا ان انت تبقى فاهم ان الاشكال دي بتمشي ازاي يعني الحاجة ما بتطلعش للسماء وترجع تاني لا دي بتيجي توصل لطابة الاوتوموسفير ويحصل لها عملية ايه انعكاس انعكاس يبقى انا لما ييجي ويقول لي ان فيه تردد موجة سماوية اربعين ميجا هيرتز سوف يتم او يحدث لي انعكاس عند وصوله لطابة الاوتوموسفير اقول له لا اقول له غلط لان ده سوف يتم فقد الاشارة دي في الايه في الفضاء لان مش يحصل لها عملية انعكاس ماشي يا جماعة طيب خلونا كده نشوف النوع فيه نوع تاني ولا لا اه في الموجات الفضائية والموجات الفضائية دي من اسمها كده هتذكرنا بحاجة احنا دلوقتي شغالين عليها وهي الايه ايوة الاقمار الصناعية تعالوا كده نشوف قالك ان ترددات هذه الموجات عادة اعلى من بص بق اعلى من 30 ميجا هيرتز التانية كانت ايه لا تزيد لا تزيد خلي بالك الفرق ما بين الموجات الفضائية والموجات السماوية الاتنين بيطلعوا البرة بس في حاجة في حاجة بتطلع وترتد وتنعكس للارض في حاجة بقى هتوصل لمحطة فضائية هو ده الاختلاف ولذلك قالك ايه قالك ان هي اعلى من اعلى ان احنا قلنا الموجة اللي احنا عايزينا تطلع وما ترتدش او ما حصلاش انعكس لازم تزيد عن ايه عن 30 ميجا هيرتز بص الكلام بيربط بعض لو انت خدت التعريفات والمفهوم فهمت مش عايزك تحفظ عايزك تفهم لو فهمت هتلاقي ان دوت بيربط مع ده بيربط مع ده يعني ابتدى ان هو في الموجات السماوية قالك ان الموجة لا تزيد عن 30 ميجا هيرتز وإلا سوف تفقد في الفضاء طب احنا مثلا في حاجات تاني اللي هو الاقمار الصناعية طب ما دي في الفضاء مش جوه الارض يبقى اذا انا هستخدم لها ترددات اعلى من ايه من 30 ميجا هيرتز طيب فهي تعمل الانتشار بخطوط ايه مستقيمة لتحقيق الاتصال بين انظمة خط الرؤية على سطح الارض بصبها لحتة الجاية دي والموجات الايه الاقمار الصناعية تنقسم الى موجات ايه مباشرة وموجات منعكسة من الارض يعني ممكن الموجات دي تجيلي مباشر من الامر الصناعي بتاعي وممكن تنعكس من الارض الموجات المباشرة وهي التي تصل مباشرة من هواء الارسال الى هواء الاستقبال وتشكل غالبية الموجات الفضائية المرسلة يبقى الموجات المباشرة هي اللي بتصل منين من هواء الارسال الى هواء الاستقبال وده هو الطريقة أو المفهوم بتاعنا العادي الأساسي بتاعنا أن الإشارة بتطلع من هواء الإرسال تصل إلى هواء الاستقبال طب الموجات المنعكسة بقى من الأرض وهي التي تصل إلى هواء الاستقبال بعد انعكسها عن سطح الأرض وتشكل نسبة قليلة من الموجات الفضائية المرسلة يبقى موجات اللي تصل إلى هواء الاستقبال بعد انعكسها منين عن سطح الأرض يعني الموجة بتاعتك بتوصل لسطح الارض وتنعكس وبعد كده تروح لهواء الاستقبال لكن الموجات المباشرة بتصل من هواء الارسال لهواء الاستقبال مباشرة ماشي ودي بتشكل نسبة قليلة من الموجات الفضائية المرسلة لان طبعا انت بتبعت وتخليها تنعكس منها على سطح الارض فممكن يحصل يبقى فيها عوامل في سطح الارض تعمل لها مشاكل اللي احنا قولناها قبل كده فطبعا بتبقى الموجات المباشرة هي افضل موجات في الموجات الفضائية والموجات الفضائية كده قلنا اهم شرط فيها ان ايه اه ان ترددها يزيد عن 30 ميجا هيرتز ان ترددها يزيد عن 30 ميجا هيرتز طيب انتشار الموجات الفضائية اهو بصوا دي كده موجة ايه مباشرة ما بين المرسل اهو ماشيا 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 لغاية المستقبل طيب الموجة غير مباشرة احنا قلنا ان هي بتوصل لايه سطح الارض الجزء اللي تحت ده سطح الارض ثم تنعكس الى المستقبل تتحرك لي من المرسل تمشي 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 الى سطح الارض وتنعكس الى المستقبل يبقى دوت كده الشكل بيبين ايه انتشار الموجات الفضائية سواء موجة مباشرة او موجة منعكسة وانا لو قلت لك اشرح لي الموجات الفضائية المباشرة والمنعكسة مع الرسم يبقى حضرتك هتعرف للكلمتين اللي فاتوا دول وتبتدي تيجي عند الرسم ترسم للشكل ده عشان افهم من سيادتك ان انت فاهم ان في يعني ايه موجة مباشرة ويعني ايه موجة منعكس دوت كده يا جماعة ده تالت نوع ولا تاني نوع ده تالت نوع ان احنا قلنا اول حاجة الموجات الارضية وبعد كده قلنا الموجات السماوية وبعد كده قلنا الموجات الفضائية طيب يبقى احنا كده عايزين نقول ان احنا عندنا تلات موجات الموجة الارضية وقلنا ان الموجة الارضية ديت ان هي بتطلع من المحطة الارسال الى محطة الاستقبال دي الموجة الارضية بتاعتي تاني موجة قلنا الموجة السماوية ودي الموجات اللي بتطلع من محطة الارسال لغاية طبقة الاوتوموسفير زي ما احنا شورنا شوفنا كده على الرسمة ثم ترتد الى الايه المستقبل او محطة الاستقبال طيب ودي قلنا ان فيها شرط اه قلنا ان فيها شرط ان ايه لا يزيد ترددها عن كام اه قلنا تلاتين ميجا هيرتس اكتب الكلام دوت وركز فيه ان هو ده اهم حاجة يخليك تعرف ايه الفرق ما بين الموجات وبعضها يبقى لا يزيد عن كام تلاتين ميجا هيرتس ليه لانه لو لو زاد عن تلاتين ميجا هيرتس اللي هيحصل اني الموجة مش هتنكسر مش هصال الله عملية انعكاس لسطح الارض مرة اخرى وايه وهتطلع على الفضاء الخارجي وفي الحالة ديت هكون انا فقط الاشارة المرسلة يبقى دوت بالنسبة للموجات الايه السماوية طب افرد انا عندي موجات اعلى قالك يبقى اذا في موجات اسمها الموجات الايه الفضائية والموجات الفضائية ديت قالك ان ترددها يجب ان يكون اعلى من كام تلاتين ميجا هيرتس يبقى في الموجات السماوية قلنا ان يجب ان التردد يكون اقل من تلاتين ميجا هيرتس في الموجات الفضائية حلل المشكلة دي طب هل فيه انواعين قال لي اهو قال لي فيه نوع المباشر والنوع الايه المنعكسة الموجات المنعكسة على سطح الايه سطح الارض زي ما كده الشكل باين قدامنا اهو يبقى دي كده دوت التلات انواع يا جماعة اللي احنا قلناها لازم نحفظهم هنا بقى فيه حاجة لازم انت تبقى عارفها شرط ان لا تستخدم الموجات الفضائية في عاملات الاتصال ليه لانه يشترط وجود خط رؤية بين هواء الارسال وهواء الاستقبال وده ممكن ما نقدرش نحققه في الموضوع ده فيبقى انت لازم تعرف ان الموجات الفضائية الموجات الارضية ينفع الموجات السماوية ينفع لكن الموجات الفضائية ما ينفعش ان احنا نستخدمنا في عملية الاتصال ماشي يا جماعة يبقى انا كده بالنسبة لي قلت لك انواع الموجات وكل نوع بيستخدمه في ايه وكل نوع المادة التردودي بتاعه ايه وانا يهمني ان انت تبقى عارف الفكرة والمادة التردودي الفكرة والمادة التردودي هيدهم لك مرة تانية عشان انا عايزك تبقى رابط الكلام ببعضه رابط احنا جينا خدنا الاول الترددات الارضية وقلنا الترددات الارضية بتكون اتصالات مباشرة ما بين المرسل والمستقبل وقلنا ان المادة التردودي بتاعها من كم من مية وخمسين كيلو هيرترس لخمسمية كيلو هيرتز يبقى انا بالنسبة لي المدى التردد بتاعي في الموجات الارضية من مية وخمسين لخمسمية كيلو هيرتز طيب جينا اتنقلنا الحاجة تانية قلنا الموجات الايه السماوية قلنا الموجات السماوية تعتمد على ايه على ان الاشارة بتطلع من المرسل الى الفضاء الخارجي ثم تنعكس الى الايه المستقبل بشارط قلة تزيد ترددها عن كام عن تلاتين ميجا هيرتز عن تلاتين جيجا هيرتز عن تلاتين جيجا هيرتز يبقى انا كده دوت بالنسبة للموجات السماوية طب قلنا طب لو الموجات عن تلاتين ايه اللي بحصلها قالك بتروح ايه بتفقد في الفضاء ما بترجحش لها عملية الانعكاس مرة اخرى قالك بقى طب احنا لو فيه ترددات اعلى بنستخدم الايه قالك الموجات الفضائية ومن شرط الموجات الفضائية ان ترددها يكون ايه اعلى من تلاتين ميجا هيرتز اعلى من تلاتين ميجا هيرتز احنا بنقرر الكلام وبنقول اهو بالتفصيل عشان تكتبه معنا وتحفظه وتعرف احنا ليه بننتقل من موجة ارضية الموجة السماوية لموجة فضائية كل حاجة مبنية على اللي قبلها طب يبقى ازا كده احنا قلنا الموجات الموجة الفضائية قلنا فيها ايه موجة مباشرة وموجة غير مباشرة اللي هي بتنعكس على سطح الايه سطح الارض كده احنا خلصنا انواع الموجات وهنيجي بقى نتكلم بقى على طريقة حساب اكبر مسافة ممكنة لتحقيق خط الرؤية خط الرؤية دوت لو انتو فاكرين من الحلقة اللي قلنا ده شرط اساسي للموجات المايكروويف يعني الشرط الاساسي للموجات المايكروويف ان يكون فيه خط رؤية ما بين محطة الارسال ومحطة الايه الاستقبال طب برضو القانون ده اكتبوه معانا كده القانون بصوا القوانين لازم تتحفز لان انت بتعوض في القانون فما ينفعش ان انت القانون بتاعك ما تحفزوش وإلا مش هتعرف لو جات لك مسألة زي اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت مش هتلاقي نفسك عرفت ان انت تجاوب طيب قال لخط الرؤية هنا هيساوي ايه ار هتساوي ارها بتقاس بالايه بالكيلو متر بالكيلو متر يعني مسافة اربعة في الجزر التربيعي لاتشي تي اتشي تي اللي هو الهاي ترانسميشن اللي هو ارتفاع هوائل ايه ترانسميشن ايه استقبال ولا ارسال هوائي الارسال يبقى ارتفاع هوائل ارسال والام ترمز لايه للميتر للمتر طيب زي اتش ار اتش ار اللي هي ايه هاي ريسيفر ارتفاع هوائي الاستقبال ارتفاع هوائي الاستقبال ودوت برضو بالايه بالمتر تعالوا بصوا يا جماعة كده بما نبص على الرسم دوت ده خط الرؤية هو ما بين ما بين هوائي الارسال وبين هوائي الاستقبال خط الرؤية دوت زي ما احنا قولنا لما يجي احسب المسافة بتاعته بقول ان الار بتساوي اربعة وافتح كوس الجزر التربيع الجزر التربيع زي ما احنا قولنا اتش تي اللي هو ارتفاع هوائي euros الجزر التربيع لل اتش ار ال اتش ار اللي هو مش ال اتش ار اللي هو الوظيفة ال اتش ار اللي هو ايه هواي الاستقبال يبقى كده خلاص اكتبوا لي بقى القانون ده عشان هنرجع له دلوقتي تاني بس اكتبوا لي عشان لما نيجي نوصل له طبق انتو قدامكو عارفينه طيب قد الرسمة هو ابتدى يوضح لك خط الرؤية ودي هواء الارسال ودي هواء الاستقبال طيب مثال اكتب بقى معايا المثال ده احسب اكبر مسافة ممكنة بين هواء ارسال وهواء استقبال مع المحافظة على وجود خط رؤية بينهما اذا علمت ان ارتفاع كل منهما يساوي 49 متر يبقى ارتفاع الهوائيين كام يا جماعة 49 متر احسب اكبر مسافة ممكنة بين هواء ارسال وهواء استقبال مع المحافظة على وجود خط رؤية بينهما اذا علمت ان ارتفاع كل منهما ايه يساوي 49 متر يبقى ارتفاع الهوائي اللي موجود معنا كام 49 متر طيب تعالوا بقى اول حاجة هنعملها ايه ايوة زي ما انا سامع كده هنكتب القانون اكتب القانون بتاعك اول ما تيجي تحل المسألة ونشوف المحطيات بتاعتنا المحطيات اللي معنا هنا يا جماعة ان ارتفاع الهوائي 49 متر اهو القانون اهو قدامنا طيب هل ارتفاع الهوائي ده ارتفاع الهوائي الارسال لا قالك ارتفاع الهوائي الارسال والاستقبال يعني ده انا كده اللي اتنين انا عاوز هنا ايه عشان اجيب الطول اجيب الهوائي الارسال وهوائي الاستقبال يبقى انا هجي حط القانون بتاعي كده زي ما انا حطه محدش يكتب المسألة على طول حط القانون عشان يبقى قدام عينك وتبتدي تعوض فيه في المسألة طيب ادي كده ادي القانون هو يبقى انا هقول اربعة في الجزر التربيعي لتسعة واربعين زائد الجزر التربيعي لتسعة واربعين الجزر التربيعي لتسعة واربعين كام ايوه مش محتاجك الى حزب ولا حاجة طبعا سبعة زائد الجزر التربيعي لتسعة واربعين تاني يبقى كام سبعة يبقى سبعة زائد سبعة يبقى يدينا كام اكتب معايا اربعتاشر طب الاربعتاشر دي هنضربها في كام فاربعة يبقى هنا اربعة فيه اربعتاشر يبقى يدينا كام ستة وخمسين كيلو متر ستة وخمسين كيلو متر يبقى المسافة اللي اطول المسافة ما بين هواء الارسال وهواء الاستقبال اللي نقدر نعملها بدون ما نقصر على خط الرؤية هي كام 56 كيلو متر اكتب كده يلا عوض المسألة قدامك عشان لو فيه اي سؤال تبعته لنا زي ما اتفقنا في الكومنتات بتاعتنا عشان نرد عليه في الحلقة اللي جاي يبقى دوت كده يا جماعة اهو احسب اكبر مسافة ممكنة اديكو انا بقى مثال هغير بس الرقم عشان تبعته لي ونشوف انتوا قدرتوا ان انتوا تفهموا القانون وتعوضوا فيه والله هيحصل خطأ عندنا هنقول احسب اكبر مسافة ممكنة بين هواء ارسال وهواء استقبال مع المحافظة على وجود خط رؤية بينهم مع المحافظة على وجود خط اول ما يقولك مع المحافظة على وجود خط رؤية بينهم يبقى لازم تحط القانون اللي بيقولك ان اقصى مسافة كام اذا علمت ان ارتفاع كل من هما يساوي كام هنقول مسلا ستة وتلاتين متر اذا علمت ان ارتفاع كل من هما يساوي ستة وتلاتين متر كتبتوا كده المثال عايز بقى حلوا كده ان شاء الله اشوفوا في التعليقات المرة الجاي طيب كده هو المثال اهو خلاص طيب كده خلصنا من الجزء الاولاني اللي هو انواع الايه الموجات طيب الموجات بتاعتنا دي هل احنا كل ما بنتكلم عن الموجات لازم نقول ايه هواء استقبال وهواء ارسال يبقى ازا اهم حاجة عندنا واهم عنصر عندنا في الموضوع ده كله هو ايه الهوائيات انواع الهوائيات اللي بتستخدم في موجات المايكرويف ايه واستخدامتها بتتم ازاي وشكل الهوائي عامل ازاي ده اللي احنا هنتكلم عليه في المرات ايه هو الهوائيات اللي بتستخدم وانواحها واشكالها تعالوا كده نبص مع بعض اول حاجة قالك هوائي البوك هوائي البوك هورن انتنة هورن انتنة هواء البوك دوت وهورن انتنة دي لو انت تفتكر شكله هتلاقيه شكله عامل زي الهورن اللي بيبقى على المساجد وعلى الحاجات ديت لو انت بصيت هتلاقي كده في حاجة يقول لك هورن هو اسمه بوك بوك بس احنا بنقولها باللغة الانجليزية يبقى ده هوائي البوك المادة الترددية بتاعه بص بقى الحاجات دي زي بالزبط انواع الموجات يعني دايما خلي بالك من حاجة ان كل حاجة بيبقى لها تردد اللي بعدها لها تردد مختلف عشان تخدم لي نطاق اعرض وهكذا يعني اما بدأنا احنا بالموجات اما قلنا في الموجات الارضية قلنا من كام من مية وخمسين من مية وخمسين كيلو احنا وصلنا في التانية لتلاتين ميجا هيرترز فخلي بالك من الموضوع ده طيب المادة الترددية لهوائي البوك ايه قالك له ان الطاق عمل ترددية كبير من واحد لعشرة جيجا هيرترز من واحد لعشرة جيجا هيرترز ده اول حاجة طب الكاثب بتاعه اللي هو بقى يعني الكاثب دوت اللي هو يقول لك ايه الجودة بتاعت الاشارة بتاعتي زو كاثب عالي في حدود كام عشرين ديسبل في حدود عشرين ديسبل اكتب الكلام دوت يبقى ايه يبقى ليه نطاق ترددية عريض كام من واحد لعشرة جيجا هيرتز الكاثب كاثب عالي في حدود كام عشرة لا عشرين جيجا هيرتز يبقى هواء البوك المادة الترددية بتاعه لو نطاق عمل ترددية كبير من واحد لعشرة جيجا هيرتز الكسب زو كسب عالي في حدود كام عشرين ديسيبل طب مخطط الاشعاع تعتبر الاتجاهية الازال هوية عالية اعتمادا على مساحة مقطع فواهة البوك وشكل الشكل بتاعه بيديله في مخطط الاشعاع دوت اتجاهية عالية جدا جدا ان هو يديك اشارات كبيرة بصوا الشكل كده اهو ده الاشكال الخاصة بهواي ايه يا جماعة ده مش مكبر صوت دوت هواء البوك بس هو عشان شكله زي مكبرات الصوت اللي في المساجد فانا بقربتها لك ولكن ده هوائي سواء ارسال او استقبال اسمه هواء البوك ودي الاشكال المختلفة بتاعته ومن الشكل بتاعه دوت بيديني بقى ايه مدى اشعاع ايه عريض عريض المخطط الاشعاع بتاعه بيكون عريض ماشي يا جماعة ودي الاشكال الخاصة به قبل ما ننتقل الهواء اللي بعده نرجع كده تاني على الهواء اول حاجة المادة الترددية مادة الترددية ايه كبير من واحد لعشرة جيجا هيرتز زوكاس بعالي زوكاس بعالي واسكت لا اقول في حدود عشرين ديسيبل طب الاتجاهية لهذا الهواء عالية جدا ليه اعتماد على مساعة مقطع الفوهة مقطع فوهة البوك وشكله وزي ما احنا قولنا اهو دي الاشكال الخاصة به اهو تلات اشكال يا جماعة واحد دائري واحد مستطيل واحد ايه مربع دي الاشكال الخاصة بايه بهوائي البوك او الهورن انتنة هوائي البوك او الهورن انتنة طيب النوع التاني استخداماته نقول استخداماته قبل ننهرش على النوع التاني قال لك يستخدم شكل الاسف في اتصالات المايكروويف اكيد طبعا حيث يتمتع بعدة مزايا كخفة وزنه وسهولة تركيبه على الابراج بصوا بقى يعني ما جانا هقول لك ايه ايه مميزات هوائي البوك تقول لي ايه خفة وزنه سهولة تركيبه يبقى خفة وزنه سهولة تركيبه طب لو جيت قلت لك استخداماته هتقول لي بيستخدم في شكل اساسي في ايه في اتصالات المايكروويف ليه عشان خفة الوزن وسهولة التركيب على الابراج يبقى ده كده الجزئية دي في ايه مشكلة طيب ننقل بقى على هوائي الطبق وهوائي الطبق ده يا جماعة دوت بقى الهوائي اللي احنا تقريبا من كلنا بنشوفه فوق بيوتنا لكن طبعا الهوائي اللي في الاول دوت ده هوائي محطة محطة هوائي محطة بس او محطة استقبال وذلك بصوا حجمه والاشكال والبطارية والمصدر التغذية والكلام ده كله لكن في الاخر اسمه هوائي الطبق ديش انتنة هوائي الطبق ديش انتنة ديش انتنة طيب هوائي الطبق ده بقى عبر عني زو سطح معدني مقعر على شكل طبق ولا زلك اسمه رجع الاسم الهوائي الايه الطبق يعمل على تجميع الاشعة في بقراته كما تفعل المرآة المقعرة يعني هتلاقي الطبق دوت ميل كده السنتر بتاعه لو انتو اي حد فيكو طلع بص على طبق الدش بتاعه هيلاقيه كده هيلاقي انه هو الطبق مقعر وفي بقرة كده اللي احنا دلوقتي لو انتو شفتها بيقولك هنحط الايه العدسة لازم العدسة دي تكون مركزة على البقرة بتاعت الطبق ولا يحصل عملية تشتيت للايه للاشارات اللي جاية للطبق ده اسمه هوائي الطبق هوائي الطبق تعريفه ايه زو سطح معدني مقعر خلي غيالك من كلمة مقعر يعني ما تجيش تقولي زو سطح معدني وتسكت لازم تقولي زو سطح معدني مقعر على شكل ايه طبق يعمل على ايه طيب تجميع الاشعة في بقراته كما تفعل المرأة الايه المقعرة يبقى هذا الهوائي زو سطح معدني مقعر يعمل على تجميع الاشعة في بقراته كما تفعل المرأة المقعرة وزي ما قلتلكم كلنا ونقدر نشوفه فوق الاسطح بتاعتنا ونبص على الطبق وفعلا هتلاقي ان الطبق مقعر لنقطة مركزية في نص الطبق ودي مهمة جدا طيب نطاق عمل التردد بتاعه قالك نطاق ترددي من واحد لعشرة جيجا هيرتز من واحد لعشرة جيجا هيرتز يبقى برضو ما اختلفش كتير عن الت ايه هواي الايه البوق لكن الكاثب بقى قالك زو كاثب عالي حتى اربعين ديسبل حتى كام اربعين ديسبل طب هل احنا في الهواء البوق قلنا اربعين قلنا تلاتين لا يا مستر قلنا عشرين ديسبل يبقى ايه اذا هواء الطبق الكاثب بتاعه اعلى من هواء البوق وبيتراوح لكام اربعين ديسبل وبيعتمد الكاثب ده على حاجة مهمة هي ايه كتر الطبق المستخدم يعني انت لو استخدمت طبق اربعين سنتي غير ما هتستخدم طبق ستين غير ما هتستخدم طبق تسعين غير ما هتستخدم طبق مية وعشرين غير ما هتستخدم طبق اتنين متر اربعين طب مخطط الاشعاع قال لك بقى تكون حزمة اشعاعاته هناك قلنا حزمة الاشعاعات ايه عريضة لكن هنا قلنا حزمة الاشعاعات ايه مركزة وزات عرض ضيق يبقى هنا حزمة الاشعاع مركزة وزات عرض ضيق. هناك كانت حزمة الاشعاع ايه? عريضة. معتمدة على شكل الايه? البوك. يبقى كده دوت من خصائص هواء الطبق ايه? نطاق عمل ترددي من واحد لعشرة جيجا هيرتز. الكسب بتاعه الكسب عالي. بيصل لكام? الاربعين ديسبل. اعتمادا على كتر الايه? الطبق. برضو دي ملحوظة لازم تاخد بالك منها. ان الاربعين ديسبل دي برضو بتعتمد على كتر الطبق. ما تروحش تقول اجيب طبق عشرين اربعين ستين واخد اللي اربعين ديسبل. لا. كل ما كتر الطبق زاد كل ما الكسب بتاعي يوصل للايه? للاربعين ديسبل. مخطط الاشعاع. قلنا حزمة اشعاعية ايه? مركزة. زي تعرض ضيق. حزمة اشعاعية مركزة. يعني حزمة الاشعاع بتاعته بتكون مركزة. ليه? لان احنا قلنا ان هي بتيجي على العدسة او على نقطة البقرة اللي في الطبق. اللي هي بتبقى في وسطة الطبق. في مركز الطبق. ماشي يا جماعة? دي خصائص هوائق ايه? الطبق. نيجي بقى لاستخداماته زي ما قلنا. احنا قلنا في استخدامات هوائق البوق قلنا ايه? بيستخدم في ايه يا جماعة? لو فاكرين. ايوة. في الاتصالات. في الاتصالات. طيب. تعالوا بقى نشوف هوائق الطبق. استخدم في ايه? قال لك يستخدم بكسرة في مجال الترددات المايكرويف للتراسل بين شبكات المايكرويف. في اتصالات خط الرؤي. يعني دوت بيستخدم بقى في الايه? في التراسل بين الشبكات وبعضها. يعني شبكات المحطات عندي المايكرويف بستخدم هوائق طبق. ولزلك انت لو روحت اي محطة ارضية في المقطم في المعادي. هتلاقي ان الهوايات المستخدمة الحديثة كلها هواء الطبق. وليس هوائي آآ البوق. اللي احنا شفناه في الاول ولا هو بستخدم في الاتصالات. البوق ده بقى ممكن تلاقيه هوائل في 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 ابراج الاتصالات. عد على كده هتلاقي فيها بقى ايه هوائيات هوائل بوق. هوائل بوق دوت عشان نوزاك احنا قلنا دايما بيستخدم في الاتصالات. بيستخدم في الاتصالات. ماشي يا جماعة? يبقى دوت كده. وانتشر في الاستقبال الايه? القنوات التلفزيونية عبر الاقمار الصناعية. وده كلنا شايفينه في بيوتنا. يبقى دية استخدامات الايه? هوائي الطبق. طيب. هوائي كده بقى احنا قلنا يا جماعة النهاردة كده قلنا نوعين من الهوائيات. هوائي البوق. وقلنا ان هو الشكل بتاعه زي البوق. وبيكون بيستخدم في عمليات الاتصالات. والمادى التردد بتاعه بيكون من واحد لعشرة جيجا هيرتز. والكسب بتاعه كسب عالي بيصل لعشرين ديسبل. وبعد كده اتكلمنا عن وقلنا استخداماته في الاتصالات. بعد كده اتكلمنا عن هوائي الطبق. اللي هو قلنا الدش انتنة. وقلنا ان هوائي الطبق هو عبارة عن شكل مقعر على شكل طبق. بيكون ليه مركز بيتتجمع في الاشع. وقلنا برضو ان الترددات بتاعته من واحد لعشرة جيجا هيرتز. وقلنا ان بقى مدى الكسب بتاعه مدى ايه? اعلى من هوائي البوق لانه بيصل لكام? الاربعين ديسبل ولكن بيتوقف على عرض الايه? الطبق. يعني كل ما بزود عرض الطبق. سواء اخليه بقى متر عشرين اخلي اتنين متر اربعين. يبقى الديسبل او الكسب بتاعي هيستقه يبقى اعلى. طب استخداماته قلنا اهم حاجة استخداماته القنوات الفضائية والتلفزيونين. دوت النوعين اللي احنا اتكلمنا فيهم النهاردة. وان شاء الله فيه نوع تالت ان شاء الله اسمه هوائي كسينجر. عايزك ان انت بقى تعمل لي كده عليه بحس. وتبتدي تزاكرهولي وتستعدلي بيه. عشان ان شاء الله لما نيجي نتكلم عليه في الحلقة الجاية تعرف الفرق ما بينه وما بين هوائي البوق وما بين هوائي الطبق. وهوائي كسينجر دوت هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقة القادمة. واشوفكم على خير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة